بسم الله الرحيم اليوم نحن فكشتتنا برنامج مكشات تجولنا ومجي واخترنا مكان طيب الجو قدامكم ما زال في الربيع والحمد لله لقينها الشجار والعشاب وهذه هبة الريح وكتشفت اني انا حولي طيور اسمع فيها وكنت اذكى اسمع فيها وشوفها بعد ام سالم ام دقي والحمرة وشفت فجأة اني حنا داخلي محمية الطيور تبع لهذه العام البيئة اللي جزالها خير احتوت كانت اللجوء البيئي من الطيور المهاجرة والطيور اللي كان فيها الصيد جائر كل اللي بودشتيني وكان مكانها في محمية الطيور في هيئة العام البيئة هذه المحمية شكتنا ووجدتنا انواع الطيور كل اللي بودشتيني في المحمية هنا النبي يسول مع اخوي خاد الغانم على هيئة العام البيئة ويكلمنا يسولفنا عن الطيور هذي اللي تركت مكاشيتنا وجيت عندكم هنا فليك اخوي خاد تعرفنا عن محميتكم واهدافها وفكرتها وانواع الطيوركم فضل اخوي خاد عدام فضلك الله يسلمك والله بالنسبة حق المحمية انتم مثل ما انتم شايفين الجو ممتاز ونباتات طالعة وسبحان الله صارت المحمية مأوة لانواع عديدة من الطيور بسبب الحماية وتوفر الماء وتوفر النباتات فاصبحت الطيور اللي موجودة في المناطق الغريبة المحمية تقصد المحمية لان فيها امان وفيها غذاء وفيها اكل فبالتالي عشان تعرف شلون الانواع اللي موجودة عندنا في المحمية تم رصد حوالي 240 نوع من انواع الطيور في المحمية من عدد الاجمالي اللي رصد في الكويت كلها 400 نوع العدد هذا يبيلك اهمية المنطقة الصغيرة هاي رغم انها صغيرة لكن فيها عدد كبير 240 نوع بس صغيرة منظمة انواع الشجار فيها بحيرات مرور طيور العابرة صحيح هاي متى انشأتوها متى بديتو فيها يعني السئلة صراحة تحير المشاهدة منعرفنا بدايتها وانشاءها شون بدت وشون قدرتو تكونونها المكان عند بوزكريه بسم الله رحمة الله الهيئة الهيئة قامت بانشاء محمية الجهرة سنة 1987 وانشاء محمية الجهرة وكان الهدف من انشاءها المحافظة على حياة الطيور لان كانت الطيور تقصد المكان هذا بسبب وجود بركة ماء وعرفت بينها محمية طيور الجهرة وكان يقصدونها الناس حتى المهتمين بالطيور يكون المكان هذا فانشأت بهدف المحافظة على الطيور بعد ذلك توسعت المحمية وصار من اهدافها حماية الحياة الفطرية بشكل عام وحمت اكثر من سبعين نوع من النباتات في دولة الكويت عندنا نباتات معمرة ونباتات حولية حنا ودنا بعد شوية نتجول بتحدث لخو خاد عن الواع الطيور بتهجرت الطيور الماكل اللي فيها قرضت فيها ما كان وجوده بالطيور فتنتقل الآن نشوف حنا بحيراتكم وما كان الطيور اللي هاجرت وحتى ما كانوا عبر فيها ان شاء الله فتنتقل الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كم عدد نوع الطيور مثل هجراتهم مثل عبور فيه نية كاثرون يبك تعلم المكاشيت اللي هم طاردوها بالصيد الجائر وجيت وتحمت عندكم عندنا البرك اللي ورانا هذي اللي شاهدين هاي هذي طبعا من البرك الجديدة اللي هنشيئت بعد ما سوينا شوف 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 أجل دجاج السلطان اللي تكلم عنه اللي يقوله كانه سلطان الطيور حيث هو إنتاج كويتي ولا من العبور جهنا هذا يعتبر من ضيور المهاجرة لكن إذا توفرت البيئة المناسبة حقه واللي موجودة حيني يقعد ويتكاثر فيعتبر واحد من الثين وعشرين نوع في المهمية يتكاثرون صالي غامة دائما حين طول السنة طول السنة ليش لأنه موجود عند المعايم فيه أنواع منه تروح وتي يعني تهاتل بس عندنا هذا سلطان الطيور عندك أنواع الطيور البرية اللي هالمكاشيت أفقدوها موجود عندك منواع نعم عندنا عندنا من أنواع الطيور البرية ما شاء الله عندنا دقي من خضرام بريقش حمربوش من الجوارح الصغيرة الرماني الحمامي حصاوي العروبي عندنا جديبي الأشول هذ كلها طيور معروفة من دهل الكويت منذ الغدم خاصة إذا صار الضغط على البيئة خارج المحمية تشوفهم من داخل المحن يطبوا اللجوع عندكم تفزعوا 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 ما أولهم ما أولهم ما أولهم يرتاح ويلقى الأمان سبحان الله يستمر طول فترة الهجرة اللي انتم حينيين فيها الفترة هذه الهجرة الهجرة كم مرة في السنة عندكم عندنا مرتين تفتح الفيزة عندك مرتين مرتين هجرة الخريف وهجرة الربيع الحي تبدأ من آخر اثنين تستمر منتصف ماء شننواع الطيور التي تأتي بالخريف والأكل هي عبور تروح وترجع أغلبها نفس الشيء لكن العدد والكمية يعني في بعضها نواع تيك في هجرة الخريف أكثر وبعضها تيك في هجرة الربيع اللي هي الآياب أكثر يعني مثلا عندك العقبان العقبان تيك بشار أشرب شكل كبير يعني ومعظم اللي تيك تاجر بالربيع تيك بالوان زاهية اللي هي الوان تزاوج تروح مناطب تزاوجها بالشمال تجي تجي هنا تجي ترانزيت ترانزيت وتملت هناك هناك السلام سلم بسم الله طبعا الترانزيت معظم قدتلك يعني بحلت الخليف من الشمال إلى الجنوب تعبر على القويت تقعد فصل الشتاء في شرق أفريغي وإذا تقرب موسم الربيع تهاجر مرة ثانا من الجنوب إلى الشمال عبر القويت خاصة ثبتوا طيور محطة الترانزيت عندكم بعد المحمية هذه سعندهم نظام الرادار واحد خطوا مظلوم ها خط ترددية صارت لا في يعني أتوقع حز عندكم مقاوي على المحمية هذه أفر بوكتر فالعمرك المحميات المحمية مضم هداف ذكرتها ممكن تأكدنا على هداف الحقية اللي ممكن الجماعة هل مكانشيد يعرفوا معانيها ويحققونها خارج السور وهمها الطيور مقاوي على المحميات ما لعد فترة تنشاء المحميات حتى عالميا يعني توجهوا إلى وضع خطط تتفاعل مع المجتمع قد صار المحميات مغلقة لقط على النباتات والحيوانات الموجودة بل تتفاعل مع المجتمع شراك المجتمع في الحفاظ على المحميات نعم فيكون في يعني أهداف توعوية يدخلون أفراد المجتمع في أهداف التعليمية حيث ربط المدارس وجامعات تسهيل الأبحاث وإدراعها في المحميات كذلك إدخال السياحة البيئية السياحة البيئية هذا مطلب يعني عالمي أن الناس تدخل كذلك إيجاد فرص عمل فرص عمل للمجتمع لما يصير أنت عندك محميات وناس في المجتمع يشتغلون كجوالي في المحميات يحافظ على المحمية مرشد به وهذا في دول كثيرة الحين في محميات التنوع الحيوي أن الناس تشتغل داخل المحمية وتحافظ عليها لأنه مصدر رزق لهم فممكن يطلع منها بعض الثمار يطلع منها بعض المنسوجات أو بعض المنتجات ويضيعها فيتفاعل المجتمع مع المحمية وبالتالي تزيد قيمة المحمية للمجتمع التي يحافظ عليها أكبر إحنا أود أن نوصر مسالة المجتمع لكل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إحنا ومن الآن أعرف الأخي خالد أن أعطيوه وأنتم توكم بدي في المحمية هذه والجماعة اللي خان في السور محمية ودهم يشوفون طيور هذه أنتوا حققتوا هدف الناس تبيه وهي البقاء وشوفهم طيور هذه ممكن تقول لي هدافكم حققتوها في المحمية هذه الحمد لله إحنا من خلال حماية أو من خلال المحافظة على من خلال إنشاء محمية الجهرة تم المحافظة على 240 نوع من أنواع الطيور و73 نوع من أنواع النباتات وتم المحافظة على أنواع من الثديات والقبارض الصغيرة تم المحافظة على الثعلب الأحمر في محمية الجهرة وتم كذلك رصد الورل القنفذ وكثير من السحالي محمية الجهرة لها أهدافك يعني غير الحماية فقط أننا عندها أهداف ثانية تتعدى إلى رفع الوعي البيئي في المجتمع فيزورونا طلبة مدارس طلبة جامعات عندنا تسهيل دراسة الأبحاث للباحثين عندنا أكثر من رسالة ماجستير تمت في محمية الجهرة عندنا كذلك يعني توجه أن يصير فيه سياحة بيئية في محمية الجهرة بحيث أن الناس تدخل وتتعرف على الحياة الفطرية الموجودة في المحمية وتحس تستمتع بمكونات المحمية لأن الهدف الأساسي من المحمية هو أن يعود بالنفع النهاية على المجتمع يعني مو فقط أن أحمي الكائنات الحية لكن أخلي الإنسان يستفيد منها يستفيد من الطبيعة الموجودة فيها من الجينات الوراثية يقيم الأبحاث كذلك ممكن أن توجد فرص عمل للمجتمع ممكن أن نوظف المحمية جوالين ومرشدين بيئيين فالناس عندما يحسون أن هناك فايدة من المحمية سيحافظون على المحمية لأنها تعود عليهم بالنفع نرجم إن شاء الله أن هذه الأهداف أخوان أهل المكاشيت يعرفون أن يحققونها حتى يعيشون اللي عشنا نحن من سعادة نشفنا الطيور ونواع الطيور وستمتعنا فيها نحن نقول خبر أنا تعلم أنكم بحيرة لكن نفسه خباري للمكاشيت قبل أجواء فعلا نحن في عز أجواء ربيعين ترجمة نانسي قنقر 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 حقيقة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي بالضبط اللي تعرضي هي الطيور هناك أي شيء نعرف condemn صيد الجائر محبالة حط صوت جهاز مصوت جهاز صيدها هنا آمنة يعني أنا أتوقع أني المناطق الآمنة في الطيور الكويت محميتكم ممكن تعلمنا شوية المخاطر تعذلها الطيور خصوص الطيور برية اللي فقدناها حنيها المكشيت طبعا المخاطر أو الضغطات اللي تعرض لها طيور عمومة بشكل عام اللي هو مثل ما قلت صيد الجائر جميع وسائلة سواء كان بالأسلحة أو بالفخاخ أو بالشباك أو بالزعاج هذه كلها مخاطر تعرض لها الطيور تترك أماكنها تهاجر تهاجر أو تترك مكان ثاني أكثر أمنا مثل المحمية شافت مكان آمن ما حد يلحقها يصيدها بالأسلحة يعني مكان آمن مثل هذه شوفي يا جماعة شوفي يا أخوان شوفوا الطيور عندكم شوفوا شوفوا المحمية اللي استطاعت هيانة بيئة أن تنقل الطيور من المكشيت لداخل المحمية بو عبد الله عندك كلمة يعني صراحة المنظر هذا عجيب صراحة وجميل وأنا أتوقع أنه عندكم كلامي قرقع بقلبكم ورسالة تبون توجهونها للمجتمع والناس وللمكشيت وأهل الكشتات أساس التزمون فيها أتوقع يعني يا حب ذا لو تقولها الرسالة هذه للجمهور اللي قاعد يطالع والناس اللي قاعدة تروح البر وقاعدة تلوث البر والله حنا ناشد المواطنين والمغيمين سواء كان طايح كشته ولا تمشي في البر ولا زيارة أنه يحافظ على البيئة اللي هو فيها ما يقطع النباتات ما يعبث بالأشاش ما يلحق لطيور يصيدها يضايقها يزعجها يخليها مثل ماي لأن هذا الطيور عبارة عن ضيوف يعني قاعد لها كم يوم أسابيع وتمشي تروح مناطرها فلحنا لازم ما نزعجها تخليها ترتاح أنتو حين هدتوها وقاعدتوها المكشات موه ضيف عنده يبياكل يبياكلها بس علاقة لا تصيده وتقطه برها يعني صيد الجائر أنك تأخذ وتفسد البيئة برية وتقط هذا هو الخراب والآن ما شاء الله أنت قلت لي وصلوا عندك 260 نوع أبي اللي عندكم ستعته أن يكثر نوع يتكاثر عندكم شنوه؟ نعم اللي عندنا في المحمية من 240 نوع يتكاثرون يعني يتناسلون 22 نوع ما بين قيور مائية وأغلبها الطر مائية منها دياي الماء الغربة الأوراسية الدجاج السلطان عندنا بعد البلشون بهبي عندنا أيضاً مرعة الماء المرعة الصغيرة المرعة المنقطة الرهيزة بيض الذيل الزغزاق المطوق الصغير الزغزاق الإسكندري هذه كلها طيور قدرك أن تكيف نفسها وتفرغ في المحمية نضيف علىها بعد الكرسوع هم قدر يفرغ في المحمية هذا دجاج الماء صح؟ لأسود ها؟ هيا شوف اللي هنا دياي الماء والغربة الوراسية بس يخوي خواف حين؟ طبعاً يعني أنا يقول لي واحد الله شكثرون منك يقول لي واحد داشوا داخل وشوفون قدوا الساعة واسم طلعوا طبعاً لأن يسمع رمي بره المحمية مقوة داية داية أدعا قوتكم بره ولا بحر داية داية أكبر زين طعم رك عندك كلمة توصلها لخارج المكاشيت يعني أما تقول ضيوفنا الطيور نبلاكل بلاكل نحن مكاشيت بس على أقل لبغض صيل تاكل متعبث مستوى عندك عبث وصي في لعب وحذم حاذف المحمية هذي نرجو منكم بعد ما تخذ ختم لساعتك ما يجي السنة الجاي الربيع الجاي اللي فاتحيها لحق الناس وتنظيمكم خلوا الناس ترى ولأشافة الناس هالمكاشيت إنه استطعت وتنجحون في حماية البيئة الفطرية والبرية والطيور صدقني من نفسها في ثقافة اجتماعية في شيء مضبط اجتماعي ها تقول يهتم يهتم فيها لبي رسالتك طعمر كلمتك بوليترية عندك بولزكريا أقطب كرفو عندك إحنا الله يسلمك عندنا جزء من المحمية الجزء الجنوبي من توسعة المحمية رح يكون محاذي لطريق أو لواجهة البحرية لمدينة الجهرة فهذا الواجهة البحرية المحاذية لمدينة جابر الأحمد رح تكون مطلة على محمية الجهرة فنتمنى إنه يعني هذا رح يسهل لعمل أو لفتح المحميات المفتوحة يعني حتى أن الناس تتفاعل مع الكائنات الحية بشكل يعني أفضل بحيث أن حتى لما تدخل في المحمية لطيور تصير قريبة منك ما تخاف وما تفسع لأن بسبب الرعي أو بسبب الصيد الجائر لطيور صارت خاف حتى داخل المحمية لما ما تشعر بالأمان فإحنا إن شاء الله يعني هذا رح تدخل فكرة المحميات المفتوحة أن الناس تمشي على الكورنيش ويكون جنبها محمية فما رح يعني ترمي لطيور رح تستمتع بوجود لطيور هذه لأن في كثير من ناس الهدف من الصيد هو المتعة يبي يمسك الطير فإحنا نغير الفكرة إن بدلا يمسك الطير يشوفه يصوره الطير رح يقترب منه رح يشوفه أهو وأطفاله وأهله يعني يصير فيه تفاعل مع البيئة بشكل أفضل وكذلك لما تدخل السياحة البيئية تدخل سيارة يعني سيارة تدخل المنطقة تدخل بتذكرة رسوم تدخل المكان تتعرف على البيئة مثل السفاري الموجود في دول العالم مثل المنتزة هات كل صغير نحن ختام المطر جاء المطر وأتمنى من المكاشيت اللي سمتعون فيه سمتعون فيه وأعدكم من تظهر السنة الجاية ونشوفكم مشاهلا في الإحراء الجاية وضيف متميز آخر إن شاء الله